أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بأبرز العنوين من المواقع المحلية الحوثيون يعنون السلامهم مئة سيارة من منظمة الصحة العالمية صحف عربية تتحدث عن عامل مقهى يمني يجذب الزبائن بواسطة رقصة قديمة ومن أخبارنا المنوعة أبو سوري يعلم طفلته الضحك عند سقوط القبائف أهلا بكم البداية من يمن مونتر والتي نقلت عن المدير التنفيذي لشركة اليمن التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي علي نصاري إعلانه أن مخاطر خروج خدمة الانترنت مجددا لا تزال قائمة أضاف خلال مؤتمر صحفي في صنعاء حضره مراسل يمن مونتر أن مخاطر خروج الخدمة قائما نتيجة لظروف الخطر التي تفرض عليها الاعتماد على الكابل البحري بالكون كمصدر وحيد وإعاقة الشركة من استخدام البدائل الأخرى المملوكة لها أضاف أن ما يحدث أو ما حدث في يناير الماضي يمكن أن يتكرر إذا لم نضغط جميعا في إطار المسئولية العامة ومسئولية منظمات المجتمع المدني والمستخدمين في كافة أنحاء الجمهورية ولفت المسئول في الشركة الخاضعة لسيطرات الحوثيين إلى أن تليمن تمتلك استثمارات في الإنترنت في مسارين ممثلة بكابلين بحريين بقيمة 70 مليون دولار لتحديث قطاع الاتصالات والانتقال إلى الجيل الرابع والخامس حيث يؤمن المسارين ساعة 4000 جيجابايت لكل ثانية أشار إلى أن هذه الساعة تؤمن خدمة الإنترنت لليمن لخمسة عشر عاما قادما 48 أكثر من ثورة تحت هذا العنوان كتب خلد العلوان ما قاله المنشور في موقع الصحوانت مضيفا يحسب لرواد نضال الوطن في 48 وما قبلها أنهم أنجزوا أكثر من ثورة في وقت واحد وكان لإنجازهم الفضل الكبير في نجاح ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ففي الوقت الذي كان يعيش فيه اليمن في عزلة مطبقة عن محيطه الإقليمي والعالمي والشعب يرزح في أغلال الجهل والفاقة والعصبية المقيتة والتشيع الأعمى للطاغوط الإمامي أنجز رواد التغيير ثورتهم الذاتية الأولى على أنفسهم عبر تحطيم سياجي التجهيل ثم أتبعوها بثورة أكثر جرأة منها تمثلت في رؤيتهم للإمام على حقيقته بعيدا عن هالة القدسية المصطنعة وخديعة الاستفاء المزعوم ثم أردفوها بثورة ثالثة تجسدت في مفاتحة كوكبة من الشخصيات الفكرية والقيادات الاجتماعية بحقيقة الحكم الإمامي وخطاره على حاضر الوطن ومستقبله ثم انتقلوا في ثورتهم الرابعة من طور الهمس إلى مرحلة المناصحة للإمام وتذكيره بواجباته تجاه الشعب وإذا كان الإمام يزعم بأنه يحكم بالشريعة فهو مطالب بالشورى والعدل ونشر التعليم والمساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات والقضايا على العصف والظلم والعصبيات وتقافة الفيد ولعنة الطبقية وعقدة الاستعلاء الشيطانية وعلى الرغم من أن ثورتهم 48 لم تنجح من حيث المحصلة النهائية حتى بعد الإطاحة برأس يحيا على يد البطل علي ناصر القردعي لأنها كسرت صنمية الإمام وحطمت جدار الخوف وفتحت أعين الناس وقدحت في روعهم شعلة الحرية وصارت محطة لما بعدها من مراحل ثورية منها يفيدون ومن معطياتها يستلهمون الدروس والعبر وصولا إلى دولة المؤسسات القائمة على المواطنة والتعددية والحكم الرشيد وما تزال موجات النضال تترأى حتى يتحقق المنشود نفذت رابطة أمهات المختطفين أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بإدراج جميع المخفيين في سجون جماعة الحوثي ضمن قوائم اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة وجماعة الحوثي وعنوان موقع المشاهد نيت أمهات المختطفين تطالب بإدراج قوائم المخفيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى قالت الرابط أنها وثقت أربعة وستين مخفيا قصرا ومائة وثمانية وثلاثين مختطف مصابين بأمراض مختلفة في سجون جماعة الحوثي وسجون الحكومة بمحافظة مارب مطالبة بسرعة البدء الفوري في تبادل القوائم للإعداد للعملية التي تم الاتفاق عليها أشار البيان إلى مقتل أربعة وعشرين مختطفا مدنيا منذ توقيع اتفاق ستوكولم بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ومائة وأربعة وثلاثين آخرين قتلوا تحت قصف الطيران على أماكن الاحتجاز ولفت البيان إلى أن كل الوساطات المحلية للإفراج عن المخفيين في سجون جماعة الحوثي خلال الفترات السابقة قُبلت بالرفض تطرد موظفيها وتوقفهم في المطارات وتوقفهم عن العمل ومع ذلك تقدم الأمم المتحدة كلما تحتاجه ميليشيا الحوثي لتنفيذ أنشطتها فبعد تقديمها لعشرة السيارات تحت مسمى مشروع مكافحة الألغام قدمت منظمة الصحة العالمية منحة جديدة وعنون موقع المصدر أونلاين الحوثيون يعلنون تسلمهم مئة سيارة إسعاف دعم أو دعم مقدمة من منظمة الصحة العالمية حيث أعلنت الميليشيا تلقيها مئة سيارة مخصصة للإسعاف كمساعدة مقدمة من منظمة الصحة العالمية قال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها أن منظمة الصحة العالمية ستقدم ما يقارب مئة سيارة إسعاف للوزارة وأنه سيتم توزيعها على المستشفيات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة بالحكومة اليمنية للمصدر أونلاين أن الوزارة تلقت أيضا عددا مماثلا من سيارة الإسعاف من منظمة الصحة العالمية والذي قال أنه يضم 94 سيارة إسعاف لكل طرف كانت منظمة الصحة العالمية أقرت في أغسطس العام الماضي بعمليات فساد مالي وإداري في مكتبها باليمن ذلك بعد كشف تحقيق لوكالة الاسوشيتيت بريسل الأمريكية جوانب من الفساد بالمنظمة منها تسليم قيادات حوثية مرتبات وإبلاغ موظفين موالين للجماعة عن أدلة فساد كانت بحوزة المحققين وصادرها الحوثيون في مطار الصنعاء الدولي حكاية مشروع للعبرة والتاريخ تحت هذا العنوان كتب جمال المارم مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا في فقرة من المقال يومها استغربت من قبول القوى السياسية المتصارعة ببنود مخرجات وثيقة الحوار الوطني الشامل وتأكد لي أننا قادمون على مرحلة تاريخية ستشهدها اليمن وتسألت حينها هل نحن بالفعل قادمون على هذا المشروع الكبير في تلك الفترة كانت اليمن تمضي نحو مستقبل مزهر بالعطاء والتقدم والمساواة والسلام الدائم بالمقابل كان لا يزال الشعور بالخوف من المجهول حاضرا وبقوة فمشروع بهذا الحجم يطبق في اليمن التي تعاني من الصراعات السياسية منذ عقود من الزمن بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها التي لا تقدر بثمن لن يتم إلى بضوء أخضر من قوى دولية كنا نقترب شيئا فشيئا نحو إنجاز المشروع الكبير وكل ما اقتربنا خطوة اقترب الخطر خطوة مماثلة وفي العام 2014 بالتحديد بدأت تفوح رائحة المؤامرات وبدأت قوى الشر بالتحالف مع بعضها ضد إنجاز مشروع الدولة الاتحادية والاستفتاء على مسودة دستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بين غمضة عين سقطت معسكرات الدولة في صعد وعمران سورا إلى العاصمة صنعاء وبدأت الضغوط تحاصر رئيس الجمهورية من كل حدب وصوب وكان الرئيس هادي يتجنب التصادم مع تلك القوى ويريد إحلال السلام ولو لفترة قصيرة لكي يستكمل مشروعه ومع الأسف وصل الأمر إلى محاصرة منزله وفرض الإقامة الجبرية عليه والانقلاب عليه وإعلان الحرب على كل ما تم إنجازه في مشروع الدولة الاتحادية ولو تسألنا جميعا لماذا تحالف الصالح مع الحوثي وكيف أصبح الحوثي قوة في فترة قصيرة لوجدنا أن مشروع الحوار كان يشكل خطرا كبيرا على القوى المتربصة باليمن وفرصة لن تعوض ولكن الأمل لا يزال باقي في حال توحد الشعب اليمني وقف صفا واحدا مع هذا المشروع الكبير ربما نصل إلى بر الأمان ولا يوجد مستحيل في هذه الحياة شاب يمني غادر مدينته متاجها إلى الأردن وهناك لم يكن يمتلك ما يؤهله للعمل فابتكر لنفسه طريقة تحدثت عنها وسائل الإعلام وتعنون صحيفة العرب الجديد عامل مقهى يمني يجذب الزبائن في عمان برقصه التقليدي قالت الصحيفة إن شارعا في العاصمة الأردنية صار مسرحا لعروض الرقص التي يقدمها عامل مقهى اليمني خلدون العزب وأصبح سائق السيارات جمهوره الذين يقدم لهم الفن والمشاريب في وقت واحد وصبح كل يوم يرتدي العزب زيه اليمني التقليدي ويقف خارج المقهى يؤدي رقصات تقليدية جلبها معه من بلاده لاجتذاب الزبائن يقول أحببت مهنة صناعة القهوة من حيث أنها مهنة مارحة وتعرفك على ناس أكثر من خلال القهوة وصباح كل يوم يرتدي العزب زيه اليمن التقليدي ويقف خارج المقهى يؤدي رقصات تقليدية جلبها معه من بلاده لاجتذاب الزبائن تفيد الصحيفة جاء العزب إلى الأردن عام 2018 باحثا عن فرصة عمل بعد أن جف معين الفرص في بلاده بسبب الحرب المستمرة منذ خمس سنوات صحيفة الڭارديان البريطانية تابعت القبضة على خلية في ألمانيا تخطط لارتكاب جرائم ضد المسلمين وعنونة الصحيفة المسلمون في ألمانيا يطالبون بالحماية بعد إحباط خطة إرهابية لليمين المتطرف تقول الصحيفة الجليات المسلمة في ألمانيا تشعر بالخطر وتطالب الشرطة بتوفير حماية أكبر بعد القبض على 12 رجلا يشكلون مجموعة يمينية متطرفة يعتقد أنها كانت تخطط لهجمات واسعة على مساجد في أرجاء البلاد مستوحات من الاعتداءات التي حصلت في مسجدين بنيوزيلندا السنة الماضية يكشف التقرير أن إلقاء القبض على المجموعة جاء بعد تمكن أحد مخبر الشرطة من اختراقها عقب أشهر من المراقبة والمتابعة تعتقد السلطات أن المجموعة كانت تريد القيام بمذابح في المساجد وتسعى إلى إثارة ردود فعل انتقامية أضافت أن التحقيقات كشفت أن الخلية كانت تبحث عن ضم عناصر جدد تشترط فيهم أن يكونوا أذكياء قادرين على التحمل قسات وسريعين يشير التقرير إلى تزايد عدد المتطرفين اليمنيين الخطرين ويذكر أن الشرطة الألمانية تقوم حاليا بمراقبة نشاطات 53 رجلا وامرأة مرتبطين باليمين المتطرف تعتقد أنه من الممكن أن يرتكبوا أعمال عنف فوضى يا فوضى تحت هذا العنوان كتب صبري صيدا مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا من السذاجة بمكان أن نعتقد أن ما قالته ذات يوم وزيرة خارجية أمريكا كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة كان بمثابة الفكرة العابرة ونشاط الفكري المؤقت والعنوان البراقي المرحلي رايس كانت تتحدث عن حقبة جديدة في إعادة رسم خارطة العالم وتغيير أولوياته شرارة الانطلاق في مشروع الفوضى كانت مع انهيار برجاء التجارة في نيويورك في ستمبر 2001 وبدء مشروع تدمير العراق وتشرذم خرائط الدول وانطلاق عجلة التطبيع وتغيير أولويات المواطن العربي لتصبح فلسطين والقدس آخر الأولويات وصولا إلى ولادة الخريطة المسخ التي عرضها ترامب بإعداد صهينا وأزلامهم وطاقمه المتصهي تحت مسمى صفقة القرن فوضى رايس لا تقف عند الأشخاص بل تتمحور حول المشروع المتوافق عليه مع أركان الصيونية العالمية ليكون الأشخاص بمثابة أحجار الشطرنج القابلة للتغيير والتبدل وبهذا تكون دولة الاحتلال دولة المشروع ويكون شعبها شعب الدولة للفرد جاء نتنياهو أم ذهب فإن المشروع ما ظل محالة بينما يبقى العالم العربي مشروع الحزب والأفراد للفكرة ولا حتى الدولة بحيث يكون الارتباط بالأحزاب والأشخاص أسمى من الارتباط باستقرار الوطن فإنهم انقسموا انقسم المجتمع وضاع الوطن وعليه فإن تقييم الأداء مرتبط بتنفيذ الخطة ومعالم الفوضى لا بمسلكيات الزعماء أو أخلاقهم إن التهديد الوحيد للصدامة مشروع ترامب وفوضاه المميتة وفي فوز القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست وتحقيقها لعدد أكبر من المقاعد لخلق الفرق المهم في تفاصيل صناعة القرار الإسرائيلي الفرق كبير إذن بين دولة المشروع ومشروع حماية الدولة من جهة ومشروع الشخص والحزب ومشروع حماية الاثنين معا انتقل بسرعة حول العالم خبر إصابة مولود في الصين بفيروس كورونا في الخامس من شهر فبراير شباط الحالي بعد ثلاثين ساعة فقط من ولادته كانت تلك أصغر حالة سجلت حتى الآن قلة قليلة من هذه الإصابات كانت بين صفوف الأطفال وعنونت شبكة البي بي سي فيروس كورونا لماذا ينجو الأطفال من الإصابة؟ أحدث دراسة لانتشار الوباء نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية توصلت إلى أن أعمار أكثر من نصف المصابين بالفيروس تتراوح بين الأربعين والتسعة والخمسين عام وإلى أن عشرة في المئة فقط من المصابين كانوا دون سن التاسعة والثلاثين وخلص الباحثون إلى أن الإصابات بين صفوف الأطفال كانت نادرة الوقوع يقول أستاذ علم الفيروسات في جامعة تريدينج الإنجليزية إيان جونس للبي بي سي لأسباب ليست واضحة لنا بدقة يبدو أن الأطفال إما تفادوا الإصابة تماما أو أن إصاباتهم ليست حادة ولكن قد يكون السبب أن الأطفال أقل تعرضا للعدوى بسبب إغلاق المدارس وعناية والديهم ولذا ستتبين الحقيقة عندما يعود أطفال الصين إلى مقاعد الدراسة حاول أبو نسوري بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن يخفف وطأة الحرب على طفلته الصغيرة بأن يدربها على الضحك عند سماع صوت القذائف وأظهر فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبو نسوري يدعى محمد عبد الله يسأل ابنته سيلفا ذات الأربعة أعوام عن الصوت القادم إليهما طائرة أم قذيفة لترد الفتاة الصغيرة قذيفة صوتها يجعلني أضحك ذكر الأب الذي نقل عائلته من إذلب إلى منطقة سرمد أنه درب ابنته على هذه اللعبة لحمايتها من الصدمة من صوت القنابل قال الأب الذي وصفت وسائل إعلام عالمية بالشجاع لشبكة سكاي نيوز البريطانية هي طفلة لا تفهم الحرب لذلك قررت أن أعلمها لعبة لمنعها من الانهيار وحتى لا تتأثر بالأمراض المتعلقة بالخوف شمال غربي سوريا يشهد موجة نزوح ضخمة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة بعد فرار 900 ألف شخص في ظروف إنسانية صعبة وبرد قارس كما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عدة من تداعية الوضع الكارثي خصوصا على الأطفال في منطقة تأوي أساسا ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين عن مستقبل الرأس مالية كتب جابرييل زوكمان مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد على مدار العقود الأربعة الماضية أدت ثغرات جديدة وصعود صناعة أكواخ من المستشارين الحريصين على مساعدة الشركات على التهرب من الضرائب وانتشار ثقافة مشتركة لتفادي دفع الضرائب إلى وضع لا يدفع فيه عدد من الشركات الأمريكية الكبرى أي ضرائب شركات على الإطلاق وليست هذه الظاهرة مقتصرة على الولايات المتحدة المتحدة فقد جعلت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم أنظمتها الضريبية أقل تقدمية وكل ذلك في سياق تزايد عدم المساواة وكانت هذه العملية مدفوعة بتخفيضات في الضرائب على رأس المال بما في ذلك انخفاض ضرائب الشركات وقد انخفض متوسط معدل ضريبة دخل الشركات العالمي من 49% في العام 1985 إلى 24% في العام 2018 واليوم وفقاً لآخر التقديرات المتاحة تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بتحويل أكثر من 650 مليار دولار من الأرباح كل عام ما يقرب من 40% من أرباحها التي تجنيها خارج البلدان التي يوجد فيها مقرها الرئيسي إلى الملاذات الضريبية بشكل أساسي في برمودا وإيرلاندا وليكسونبورغ وسنغافورا وعدد من جزر البحر الكاريبي يقع جزء كبير من اللوم على نظام سعر التحويل الحالي الذي يحكم فرض الضرائب على السلاع والخدمات المباعة بين أزاء فردية من الشركات متعددة الجنسية وقد تم ابتكار هذا النظام في عشرينيات القن الماضي ولم يتغير منذ ذلك الحين وهو يترك قرارات مهمة مثل مكان تسجيل الأرباح لشركات نفسها بغض النظر عن المكان الذي حدث فيه نشاط جني الأرباح حيث تم تصميم النظام لإدارة الدفقات السلاع المصطنعة التي عرفت الاقتصاد العالمي في العشرينيات عندما حدثت معظم التجارة بين شركات منفصلة ولم يكن مصمما لعالم التجارة الحديث في الخدمات وهو عالم تجري فيه معظم التجارة بين شركات تابعة للشركات صحيفة الڭارديان نشرت صورا لأحداث وثقتها عدسة محترفيها تنوعت بين الحياة العامة وصور لتعبيرات مختلفة نتابعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظاره باستخدام الرسم فسخر لذلك كل إمكاناته نحت في الجدران ونقش في الجذوع حتى وصل إلى استخدام الريشة والقلم فيما يعرف بالكاريكاتور نتابع مجموعة من هذه الرسوم بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر